لسنوات بدت صورة الشارع الإيراني هكذا مسالماً مستسلماً أما لو اقتربت أكثر لوجدت غلياناً تحت السطح نتيجة أوضاع اقتصادية واجتماعية متردية غليان تحول إلى بركان في 2018 ليصبح عاماً لاحتجاجات بامتياز أرقام كشفها كتاب بعنوان تقارير عام واحد من الانتفاضة والاحتجاج للشعب الإيراني ضد النظام أشار فيها إلى أن إيران شهدت 9,596 حركة احتجاجية في 13 محافظة بمعدل 27 حركة احتجاجية يومياً التقرير سرد أسباب الاحتجاجات في إيران خلال العام الماضي موضحاً أنها بدأت بمطالبات نقابية ثم تحولت إلى حركات سياسية تنادي بشعارات ضد النظام أما الشرائح المشاركة فيأتي على رأسها الشباب بالإضافة إلى الدور اللافت للنساء وارتباط شرائح المجتمع المختلفة بشكل عام أبرزها مجاهد خلق في الداخل والمقاومة الإيرانية في الخارج عام الانتفاضة الوطنية العارمة هكذا وصف التقرير العام الماضي مؤكداً أن شعلة الاحتجاجات لا تزال متقدة وأن العديد من الحركات الاحتجاجية لم يسمع بها العالم الخارجي بسبب مناخ الكبت والتعتيم منا مصطفى العربية